احترامي فاروق فكرة انك انت ابني جيل توصل به كاس عالم او ينافس في كاس عالم او يحقق بطولات قرية دي محتاجة تبتدي من تحت مش من المنتخب اول يعني محتاجة ناس عندها فيجن ورؤية تكلمني مثلا عن كاس العالم 2026 او 2030 ابتدي عليه شغل من النهاردة وابتدي من القاعدة تحت طيب هل احنا مضخمين اوي بطولة كاس العرب يعني هل هي فعلا بطولة كبيرة وبالتالي تستدعي مننا الاهتمام والتركيز اوي مع الراجل ومع المنتخب كده ولا هي بطولة جات بالصدفة واضطرنا ان احنا نشارك فيها عشان الراجل ياخد وقت يحضر يعني في ناس في ناس كتير جدا دي وجهة نظر اسمعتها تقولك والله انا عندي لو بحضر لبطولة افريقيا وبطولة مرحلة اخيرة متصفى كاس عالم كان احسن لي فعلا اسيب الدولي شغال احسن ما اروح علعب البطولة دي كده وابق اسمي بجرب وبحتك وبظهر وفي النهاية مفيش فايدة في النهاية حقيبة بترجع على المنتخب انا واحد من الناس دي انت واحد من الناس اللي كنت معها انا واحد من الناس دي جدا انت مش حملة ان انت تأجل دوري طبعا ومش حملة ضغط مباريات في الوقت ده انك انت بتلعب الدوري بتاعكككككككككككككك كويس العب بالمنتخب الوليمبي زي ما منتخبات كتير عملت كده خصوصا ان البطولة زي احنا طبعا عارفين انها معترف بيها وزي ما فاروق تفضل وقال إن هي لها مكاسب مادية كويسة وإن هي أول مرة يعترف بها من الفيفا مش هندخم الأمور وهي كاس عالم تجريبي زي ما قطر بتطلق عليها بس مش بالنسبة لك أنت أنت داخل على كاس أمم أفريقيا بعدها بشهر يعني أنت كاس أمم أفريقيا الشهر اللي جاي هم الوقت في 12 شهر هما الاثنين يعني هتبيرهم بطولة واحدة هم بس يجوا يلعبوا لهم كده مطشن في الدوري وبعد كده يطلعوا يحضروا اللي حرارك بتتكلم فيه بالزبط هو ده اللي أنا كنت شايف أنه كان يحصل خصوصا أنت في أمم أفريقيا دي محتاج تعمل فيه يعني دايما لما كنا بنشوف الجيل التاريخي اللي دايما بنستشهد به اللي هو جيل كابتن حسن شحاتة والعيبة الأساطير اللي كانوا معاه كنت دايما بتلاقي المعسكرات اللي بتبقى قبل البطولة بتلعب 3-4 ماتشاط تعسكر فيهم تلعب تحتك بالمنتخبات اللي في المجميع التانية في البطولة علشان تخش أجواء البطولة ده ما أعطيتش هيبقى صعب إنه يحصل دلوقتي يعني دلوقتي خلصت بتولة العرب أنا هاخد المعسكر بتاعي يبقى دي إيه هلعب كم ماتش حجار القايمة نفسها يعني أنا هل هل دي نفس القايمة أنا هلعب بها في أم أفريقيا الله أعلم ما هديه نقطة ما بقت صعبة جدا أنا ما بقتش عارب آه يعني أنا النهاردة وهل اللعيبة دي هم وهل اللعيبة هتلعب في أم أفريقي هل اللعيبة هتلعب في تصفيقات كبس العالم كان فيه حد فيه لاعب يعني من اللاعب وماتش الجابون قال إن اللاعب في مركز غير مركزه فاللاعب ده أنا كنت أتكلم معاه قال لي لو كارلوس كيروش كان قال لي هتقف جول كنت هقف جول لأن في السكواد بتاعه كله ما فيش لاعب واحد ضامن مركزه إلا محمد صلاح قال لي كده لفظا والله فأنا بكلم في نقطة أنت مين بقى من اللعيبة دي هم القوام الأساسي بتاع المنتخب وطبعا غير غيابات المحترفين عن بطولة كاس العرب اللي احنا بنلعبها دلوقت دي فلما جا لعب أنا أم أفريقيا أنا لي بقى ملعبش الدوري والدوري بقى منتظم وابدأ أشوف لعيبة من الدوري ولعيبة المنتخب اللعين بها اللي تلعب زي ما منتخبات كتير عملت كده زي السعودية ما عملت كده زي ما الجزائر بتعمل كده أو يعني بالعب بالساكند تيم أو بالسرد تيم أو بمناسبة كلامك على الجزائر خليط